انت تعرضت اه اه و يعني لو مش حابب نتكلم عن حوار ده يعني بس انا عالف انت تعرضت تعرضت اه لا تعرضت المشهد حدث حدث اه عطيفي حقيقي بسبب السوشيال ميديا فوقت ملاقات. اه بص انا مبدئيا انا انا فعلا فعلا عمل لكل الناس اللي عندي عالفيسبوك. بجد. يعني ممكن اكون عمل فالو مسلا اتناشر واحد. انا منهم طيب. اه وانت عندي اصلا فريند عالفيسبوك. 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 عالفيسبوك عالفيسبوك. 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 عالفيسبوك في الحقيقة احنا صحاب اوي. صح. عمد الله. اه فالحوارات بقى بتاعت اللو. يعني لو شفت حاجة من حد دايقتني خلاص هعمل لو لو في حد بيعملي ضغط وبينزل صغر ان هو مسافر ولا مش عالفيه. لو في جروبات فيها صفر. ودوشة كتير. اي حاجة بحاول اقفلها الصراحة. لا. اه بس اه بس اه طبعا ده بسبب ان ده بيعملي ضغط. بسبب ان انت اه بتحس ان انت مش مقدم كفاية مش عارف ايه. واحنا احنا اصلا كانسان احنا انت مش انت مش مؤهل لاستقبال كمية المعلومات دي عن كمية الناس دي في نفس اللحظة فهان. وتقعد بقى طب انا هبقى امين. طب انا مترب من ده وهيران من ده. انت عايز تبقى كل الناس. ولا انت عايز تبقى احسن واحد وخلاص. ولا انت ايه اهدافك. فهم. وده سبب ان انا بحاول ارفلكت بقى داخليا. وبحاول اكون مسلم احسن. عشان تحاول بقى ترتبط بالقرآن. عشان كل المشاكل اللي احنا فيها دي حجمها الحقيقي بيظهر. فهم. اللي هو اه احنا مفحوطين والدولار وبتاع دنيا. اه مش عارف البيت ومؤجر دنيا. اه العربية مش عارف تخاط دنيا. اه مش عارف مكتئب وبتاع دنيا. اه كل حاجة كل حاجة بتجت بتفال انتو بلايس. لما مسلا بتحافظ مسلا على ورد يومي. عشان بتعدي على الايات بتاعت النار. بتفتكر ان انت هتروح في دهية. تعدي عالجنة تشتاق ليها. طب هروح لها ازاي. فهم? تعدي على الاقوام السابقين اللي بيعملوا زي ما انت بتعمل دلوقتي. بتفوق. فهم? فبتصغر الدنيا. اه. بالزبط. احنا بنقول ايه? احنا احنا بنكلام عن مشاكل النفسية وجاف بالي دلوقتي الاكتئاب ايسر. يعني جاف بالي الاكتئاب. انت تعرضت عن الاكتئاب. اه طبام. اتعرضت ليه. طب اه مش عارف تحكي لنا تحكي لنا التجربة بتاعت الاكتئاب دي. عشان اعتقد فيه ناس بتسمعنا ممكن تبقى لسه في جوة لتجربة. فلعل اللي انت هتقوله حالا ده. طيب انت قول لي قول لي وجهت نظرك عن والترند اللي احنا عايشين بي. تابني بتساومني يا ابني. ما قولي عشان ابني عليه بس. بص انا شايف انه الناس. تساومني. مش ممكن والله العظيم حلقة غريبة جدا بس اقلوا سؤال. يا ابني عايز اكل التفاح. بقولي يا حبيبي التفاحة واقف وشلوها له في المونتاج ولا حطوها يا جماعة عشان حلقة تبقى طبيعية. عادي يعني. محاديش مانتش حاجة. بس الحالة بتاعة اللي انت قلتني مش عقل. ماشي. ماشي. مش ممكن والله بسأله سؤال بيسألني سؤال. اقول له طب هجاوبك عندك وانت جاوب فبينك بونك غريب او مرة حسه في بودكاست. يا ابني عادي. تعيب طبعا اصلا. تعيب طبعا اصلا. طب خد بريك خد بريك. طب اشرب ميا اجيب لها اتشرب. يا ابني الميا هي انا انا محضر نفسي بتاعة عايق. طلعين راحلة. بص انا شايف انه فيها جزئين او الصحة نفسية لها جزئين يعني انا مش خبير ولا حاجة بس هقول رأيي المتوضع انه في حتة من كتر مواحد عمال يقول لك كورونا 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 فانت بقيت انا عندي كورونا ممكن اللي عندك ده يبقى دور برد عادي عابر اللي عندك ده شوية حزن من موقف حصل لك في حياتك مش اكتئاب ومش وممكن تبقاش محتاج دكتور نفساني وممكن وممكن. آآ وبالمناسبة في مشكلة ممكن نتكلم عنها بما تجي الفرصة بما نروح عندك يعني انه فكرة انه انه اي حاجة دلوقتي لا انا لازم اجري على دكتور نفساني يا جماعة هو الامور ممكن ما تبقاش محتاجة ده. ال انا مش خبير بس بقولك انه في جزء ده. انه الناس مكبرة ساعات الموضوع زيادة عن حجمه فبتلاقي الناس كلها آآ يلا نجري على الحتة التانية انك بس يبقى عندك المستوى المتوسط من المعلومات عن اللي انت محتاجة اعرفه. اوكي يعني ايه? يعني ايه? يعني انا محتاجة اعرف ازاي واقا وازن حياتي. انت قلتم شوية اصل الحاجات كلها الدين. انه انا دلوقتي لو بقيت انسان بحاول اوازن حياتي. بقى شغلي ببيتي بعلاقة بربنا. بقى عادتي مع عيالي. بقى عادتي مع العيلة. صحيتي مش بايزة. بقى اكل اكل كويس. مش تازم اكل غالي بس قصدي. بتحافظ على قد ما تقدر ما تبوص حتة في من جوانب حياتك يعني. لو عرفت تزبط على قد ما تقدر البالنس ده من غير ما تجري وتبقى اعمال بتضغط على نفسك في حتة معاناة. عايز اصعها عايز اجيب فلوس وعايز اكبر البزنس وعايز اعمل مش عارف ايه. اه اعتقد من الحاجات المهمة قوي اللي بتوازن الانسان نفسيا اه يعني اول حاجة هي علاقته بربنا اول حاجة. يعني تحصل لك مشاكل الدنيا كلها. لو علاقتك بربنا و. عارف ساعات كده الدنيا بتديق وكلنا بيحصلنا مشاكلة بسا كنت بحكي لك قبل الحلقة الظروف الواحد ممكن يبقى مر بيها في وقت من القوات. فطوة تتخبط في رحلتك المهنية وتقعد تجري و مش عارف ايه وتجري وتخبط في البزنس ويحصل مش عارف ظروف اقتصادية فتخسر ايه. وبعدين مش عارف يحصل لك اه مشاكل في عائلية وبعدين يحصل مشاكل مرضية وتخش المستشفى ما دي كلها مشاكل في جوانب الحياة المختلفة. وانت الموت بتاع المعافرة شغال. انك عمال بتعمل ايه? بتحاول تعافر. بتحاول تفلفص. اجري. طب حاول تلاقي حلول. اللي ربنا كاتبه لك من الحزن هتاخده. ومن الرزق هتاخده. ورزقك من الدنيا هتاخده. مش بقول لك ما تعافرش عافر. بس في حتة لازم توصل للتسليم. يعني اعتقد فيه جزء في العقيدة يعني. بيتكلم بس عن اسلام جاي منين وتسليم وان انت تسلم امرك الى الله سبحانه وتعالى. سلم. وتاعي. تعي. فيه ايات كتير بتعدي علينا على فكرة انت لسه كنت بتقول علاقتنا بالقرآن ضعيفة جدا. ما نقرأ الآية ومرة واثنين وتلاتة وعشرة. فتفهم. تاعي معنى يخش جواك. انه بقى مثلا في وسط الضغوط دي كلها والدنيا. حياتك بايزة وانت مش عارفت لامها. وده ما لسه اختي تحكي لك. حياتك تبوزت ومش عارفة لامها. فتحس احساس. ان لا ملجأ من الله. الا الا الي. لا ملجأ منه الا الي. ملكش مفيش حتة تانية تروح. فبعيدا عن مش عايزة بقى بتفلحص يعني بس في جزء ان احنا مكبرين موضوع وجزء انت محتاج تعرف الله وفي جزء انت محتاج ترجع للاصل يعني جاوبتك. لا انا موافق. جاوبتك عشان عشان تجاوبني انت بقى. لا لا كويس. انا مبسوط ان انت شايف ده. عشان انا فعلا شايف ان الحوار جدا. يعني. وياكاد يكون يخش في مرحلة ان احنا آآ عارف في شركة بقى اصغر وحاجات زي كده. طبعا. كمفهوم يعني. انا بحس ان الواحد ممكن يبتدي يلمس في الحتة دي. مم. بان انت تشوف ان انت فعلا المشاكل اللي عندك حلها في ايد فلان. او في ايد المفهوم الفلاني. او في ايد اللي مش عارف ايه. فهم? وتبتدي تنسى ان اللي حطك في الابتلاك هو ربنا سبحانه وتعالى. ولا هيخرجك هو ربنا سبحانه وتعالى. صح. فانا بس ايه? محتاج ان الناس يعني محتاجة في افارمل كده اللي هو ايه? كل حاجة كل حاجة مش عارف ايه كل حاجة بتاع. لا يا معلم مش كده خالص. يعني هو احنا في ضار ابتلاق. فانت مبتلى. فانت محتاج تشوف حل المشكلة اللي عندك. هل انت جبت اخر الحلول عشان تبتدي تشوف تيرابيست ولا عشان تبتدي خاص ما انت لو انا جيت قلتلك ان المنتل هيلث ده اكبر حاجة واهم حاجة في الدنيا. انت اصلا كنت ممكن تروح تحل المشكلة دي. عارف مثلا مثلا مثل حقير يعني. اه الحنفية عندك بايزة. تمام? وانت عندك العدة. ولو كاركت شوية ممكن تصلح. بس انت بستاني السباك. والنهار ده يوم الحد. والسباك اجازة. والبتاع بتغرق. تاني يوم السباك فين اك مش عارف معلش كان عندي شغل كتير من مبارك. فانت انت كنت ممكن تحل المشكلة دي. بس انت مقتنع ان الحل في ايد حد تاني. او في ايد فكرة تانية. اخد بالك. واقسم بالله هو ده الحوار. انت خاص عرفت ان فيها عاجة اسمها منتل هيلث. وانا لازم ابقى في مستيت معينة عشان ابقى جميل وجامد وبتاع. تفاهم? فالحل اصلا انت ممكن تشتغل على نفسك. ممكن ترجع لربنا. بممكن اه تروح لاخ من من اخوانك او واحدة من صاحباتك او اخواتك. وتتكلم معاهم ومش عارف ايه. وجزء القراية على فكرة برضو. انك تعرف تتعامل مع المشاعر ازاي? وده اللي احنا بنعمله مسلا مع الموظفين. انه يعرف لما يحزن يعمل ايه. يعني في ناس تفكر انا احزن من فعش احزن لا يا فاندم بتحزن وبتتعامل مع الحزن بس في وقته وبتاع بتسلم ان انت حزين دلوقتي زي ما انت لما جات فترة ما كناش بنتكلم. ماشي. لحظة مش ادري قابل حد دلوقتي يعني خلاص. هتعمل ايه بس جوه. بالزلط. فجزء منه الوعي برضو يعني. بس انا بسكت بهايلايت الهتة دي عشان. حلوة اوي. اه بجزع انا من الايه. ام. انا مش عارف ايه ويالله وبتاع وده كترة. انت عملت ايه طب في وقت الاكتئاب لما انت كنت مريت بتجربة الاكتئاب دي. انا رحت اكلمت على كزا حد على استحياء يعني منهم ابوية او هو يعني اللي اختارك وقال لي انت ازمتك ان انت يعني you're not making money دلوقتي. فمحتاج تعمل حاجة تجيبلك فلوس. هو ساعدك كده على طول قال لك كده انه. اه. كان ده سبب الاكتئاب اصلا عندك? ما هو ده كان ده من ضمن حاجة اللي خرجتني من الاكتئاب شوية. انا بقى عندي حاجة بعملها. ام. اه. وروحت لتيرابيست فترة. حوالي سنة مسلا. صحوالا كانش تيرابي على قد ما هو كان صديق عارفه. بتتكلم معي وبتاع اه عنده شوية تولز وحورات زي كده. بس اكيد لو مسلا منظمة الهيلث معرفش ايه جاتت طلعت على السجن دي. يعني الحوار مكنش بروفاشنال اللي هو لأ او لأ. يعني اكيد كان ايه. و و دلوقتي انا انا عندي حد في مكان التيرابيست ده. بس صديقه برضو. حلوة. فاهمني? الحوار مش رسمي خالص. مم. بنتكلم وبتاعه وفي معاد مسلا بنروح نتكلم بنحاول نبني نوصل لحاجات مع بعض وحوارات زي كده. حاجة زي كوتشينج حاجة زي بس الحوار باست اون الدين و باست اون الاخوة والحاجات دي. فاهم? بس انت كان اكتئاب جد كان التجربة اكتئاب حقيقية يعني. كنت بفلات خالص. كان ايه انفعت? حاب تحكي او لا? انا عايزة مش فاكر بالزبط ايه اللي خلاني. اه كان حوار اللي اوقع بفلوجز وانا كنت بحاجة ارجع تاني بفلوجز. وان انا ما كنتش عارف. والحوار ما كانش راضي يرجع زي زمان. حاجات زي كده. مم. والازمة بتاعت الكريشن عندي. ما هو انت انت خارج من مرحلة ان انت كنت بديلي فيلوج. مم. وقافل خلاص عندك الحتة بتاع الكريشن ده. فاهمتك. خلاص كل يوم بتاخد الهيت بتاعتك. فاهم? فجاي بقى ايه? وقافت. دي توكس بقى في السنين بقى. عارف? مش عارفة كوب. خلاص انا بقعد بالايام مش بكريات حاجة. مبسوط ليه كده? مبسوط عشان انا حسيت الاحساس بتاع اللي كل يعني كنت حس احساس الفلوجز اللي كل يوم دي. يعني احساس ابن كل يوم بتعمل فيلوج ومجهوده اصلا. ممسوط. اه. اصلا ده صهر طول الليل ومنتاجه بتاع فانا متخيل يعني. بس انت دايس فاكر حار دايس على الزراير دايس على كل الزراير بقى. فاهم? مفيش مجال لاي حاجة تخش. ولا اكتئاب ولا بتاع بتطح. مش زبط. وفي الورد جدا يعني الهيت بقى تاني يوم بتاع حاجة رهيبة. بحاول اقوم الدنيا مش راضية خالص. مم. مفيش بقى مفيش خلاص انا نمتعكرة بقى مفيش مش قايم تاني. وامراتي تحاول ومش عارف ايه طب ايه بتحب تاكل ايه مش عايز اعمل اي حاجة ولا قابل اي حد ولا كلم اي حد. يس. وطبعا طبعا اكيد مستوى الايماني كان في الشلاحات برضو. لانه صعب جدا ان انت يعني هو الحديث اللي انا بفتكره اه اللي هو بتاعت اه مش مش حافظ بالزبط الكنام كان ايه نبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بالزبط بس كان فيما معناه ان لكل عمل فطرة او فطرة مش فاكر اه شر مش فاكر. مش الفكرة من ان انت لو حصلك فطور بس انت على سنة نبي صلى الله عليه سلم. يبقى انت كده ايه في السليم حاجة زي كده. وهو وهو انا افتكر انت دكتور عبد الرحمن زاكر الهاشمي معاك في حلقة مرة قال انه المؤمن لا يكتئب. هو هو برضو بعيدا عن الفلسفة اللي وراها والنقاشات اشانا تلاقي في ناس هنا في الحد دي ايه عندها نقاشات ويكتئب ومش عارف ايه. انا متخيل ان في هنا نقاش بس المقصد يعني انه لو ايمانياتك عالية وانت واصل لثقة الكويس وعندك يقين في الله انه ايا كان اللي بيحصل. ولذلك تيجي واحد انا افتكر جدا واحد من المقربين اللي هي ابنه مات. انا فاكر ابتسمته واستقباله اللي هي في بيته وابنه كان لسه ميت مبارح. انا مش مش عارف احط نفسي مكان ولغاية نهار ده. ليه انه مش ان اللي بتلاقي بعيد انه قصدي انه الصبر اللي كان عنده ده منين. فعشان كده مقتنع قوي باللي تقال ده انه انه قول ايمانياتك عالية بيقدر يتحمل يعني معك جدا انت بتقوله يعني. انا متخيل كمان ان الموضوع لو انت مستحضر دايما اي وضع انت هتحط فيه هو ابتلاء فلو انت ايمانك يستحمل ده يعني. خلاص هترد الحوار بسهولة وهتتعايش معه بسهولة. وبرضو انا اعتقده كان قصده كمان فيك حتة اليأس. عارف ان اللي ابتلاء. او خلاص بقى انا كده ما فيش تاني. بالزبط. يس. فانت كده كده لو مؤمن حاجة حتى حاجة بسيطة. اظن مش مش هتوصل لمحوط اليأس. اه انت هتبقى عايش متضايق بس عارف ان فيه مخرج وعارف ان فيه ابتلاء والحوارات دي كلها. اه. فانت بتقول عشان كده انت وقتها كان ممكن ان ايمان قلال شوية فحس انه فكنت نايم خلاص. تعتقده تقريبا هازم في التجربة بتاعتلي التالي. يعني ممكن شهرين. شهرين بقى يعني طلع نازل يعني. مكنتش تاني حاجة خلص. يعني اقصى حاجة عملتها روحت اشتاقيت بلايشتيشن. اكتر حاجات لساعدتك كان اصدقائك والناس اللي حواليك وكده صح? اكتر حاجة مراطي صراحة. ده جزء كبير منه ناكتش باخركم البيت يعني. بس اه اظن مراطي اظن. وعشان كده ما كنتش عايز تتكلم عن الجوز. مش مقصدتش يعني ناخدك للسؤال برضو. لا 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 انا فهم انا رميتها عشان اشوف انت لسا فاكر اللي. فاكر طبعا. بننعب شطرانج طبعا. قوي. ببودكاست صعبة قوي. حسن مراتي صحيحة. حسن مراتي صعبة جانبا.